المجلس الشعب المجلس الشعب المجلس الشعب المجلس الشعب القرارات التنفيذية تصدر من جهتين الحكومة أو المجلس الأعلى قوات المسلحة مجلس الشعب دوره أن يصدر تشريع تلتزم بها الحكومة فتنفزه أو يراقب أداء الحكومة فيحاول يعدله فعلى الحكومة أنها تلتزم بهذه الأسئلة التي يطرحها مجلس الشعب عن طريق رقبته عليه مجلس الشعب بدأ أعماله من يوم 23 واحد من يوم 23 واحد لغاية النهاردة فيه كمان أكثر من لغا من فجر في السكة ما بين أحداث مسبيره لغاية أحداث العباسية وبينهما محمد محمود على مجلس الوزراء على التحرير 2 و 3 كثير من الأحداث طيب الأولويات المطروحة في تقديل مرتبطة بالفاهم السياسي للموضوع الفاهم السياسي مش فاهم كل الناس مش الفاهم الجمع المصري للأسف الشديد وده اللي كان متصور الناس وراغبين فيه من برنامان الصور لكن عبر عن حالة الأغلبية داخل مجلس الشعب أو الأكثرية العزدية اللي أحيانا بتتوائم مع الحالة الجمعية في راغبتها في الأولويات أو تتناقض معها لصالح حسابات حزبية وده اللي محسس المواطن بأن الموضوع فيه حاجة مش مفهومة أو أحيانا فيه غير مصلحته بمعنى أن الحسابات السياسية لما تدرى وتتراجع حسابات الوطن في مجملها من المؤكد أن الأداء يبقى باهت لأن المواطن محتاجي يشعر بأشياء مهمة في حياته اليومية منها الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بس عايز أقولك تدريد تناقش في المجلس في وزارة المالية اللي دايما بتقول أنه معهاش فلوس للحد الأدنى فأنا طب نناشر حد الأقصى بس فطبعا معظمنا انتفض غاضبا لأنه لغاية النهاردة عند حضرتك في التلفزيون المصري فيه مواطن بيقبض ما بين 300 و 400 جنيه وفيه حد بياخد 300 و 400 ألف وفيه حد بياخد 300 و 400 ألف لا أعيز أقولك أن فيه بياخد فوق المليون طبعا وشهداء والمتجرة بالأحداث وهنزود المسأل بلاش عبير متجرة لأن ده دخول في النواية لا ما أنا عايز أقولك ربما الشعب محق أحيانا وربما بعضنا كسياسيين بيرغبوا في تحميل الأكثرية ما لا تحمله لأن أنا مش منها مسأل يعني أنا مش من الأكثرية بس ده مش معناه أن أنا أستغل الفرصة لتحملهم كل خطايا التي تحدث ده كمان مش ملائم الدخول في النواية في المساحة دي صعب مفهوم طبعا لأن أنت زي ما قلتلك تمديك يا أنا مثال واضح خالص في موضوع الحد الأدنى للأجور ده لا خليني أتكلم تحديدا على موضوع الفلوس ووزارة الملائي يعني مثلا في موضوع الشهداء تم رفع التعويضات والحكومة قررت أنها ستدبر الأمر فورا حل جاء عند الحد الأقصى والحد الأدنى لا عند الحد الأدنى الحد الأقصى الحد الأدنى الحد الأقصى هو موافع على منقشتنا بس مش موافع على نتيجتنا في الأمور المالية اللي زي دي ليه وإحنا بنتكلم على برلمان وحكومة جاية بعد الثورة ما تطلعوش توصلونا المعلومات دي كده بالمفتشر لا أنا رأيي أنها بتوصل في الفضائيات إذا ما أتيح لحد أنه يطلع ما هو زي ما إحنا عادينا جاتي مع حضرتك بس يا رأس دي ليه ما بقاش فيه الحكومة تطلع بيان تقول لنا زي ما بنسمع البيانة اللي بيطلع تقول لنا أنت آخر بيان سمعت إن حكومة طلعته إمتى هو لسه كان من قريب بس ما فهمناش حقي لا لا إفتكري كده لا مش مرحب ما كانش قريب فحد أكتشفيه أن في حكومة ملاش علاقة بالناس بمعنى أن في حكومة بالفعل متجاهلة أنها تعبير عن حالة مؤقتة لكنها هامة في تاريخ هذا الوطن وأن المواطن منتظم منها قرار تنفيذي طيب الحكومة مش طلع بيانة تاخدش قرار قدامك مين مجلس الشعب اللي بيتمنظر واللي طول النهار حطينه أنتوا على التلفزيون النسي يتفرج عليه طب بيعمل مجلس الشعب إجابة ولا حاجة مع أنه مش صحيح طيب مش برضو مش هايزة أدخل في نواية بس ده كلام الناس لما بركب مع سواء تاكسي ولا بمشي معنا في تكلم حد بيع ولا بتاعوا ده الكلام اللي يتقال لي شفت يا أستاذة الأول كانوا بيتكلموا في حاجات ملهاش لازمة زي الشهل اللغة الإنجليزية مش عارفة إيه وبتاعوا دلوقتي بس جايين يتكلموا على المرأة المعيلة ولسه جدا كان مبارح صحيح ليه بقى يا أستاذة قلت له ليه قال لي عشان الانتخابات وعايزين يدعموا الرجل بتاعهم فأنا سكدت كده وحسيت أنه المواطن المصري عنده حقق حصيف جدا مظبوط إحنا بقالنا أربع شهور ومعملش حاجة للاقة بالمرأة المعيلة مظبوط المواطن المصري محترم في التقاطه للقطة من هذا النوع ولا يمكن تجاهلها ولا يمكن مدى نوعي يا برد لا ده بقى كلام يعني واقعي جدا ليه تأخر قانون زي المرأة المعيلة مظبوط ليه لغاية النهاردة الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور رايح جاي ما بين اللجنة للشريعية واللبنة العامة برضو ده سؤال مهام بس كمان عايز أقولك حاجة موضوع أسعار المتجاز وأسعار القبز ومسائل الاستيراد والتصدير لغاية النهاردة ما فيش أي قرارات مشأنها أو قوانين لأن انت منتظر أن الحكومة تقولك على ميزانيات خذي بقى حضرتك السنة المالية هتبدأ في واحد سبعة لغاية النهاردة لما يعرض علينا الخطة والموازنة للسنة القادمة المواطن المصري حيعلق الموضوع في رقبة ماجلس الشعب طب ماجلس الشعب ليس مسؤول عن الخطة والموازنة ماجلس شعب مسؤول عن مناغشتهم يعني حضرتك حكومة بتعرض علي ورق بنقشه وبقولك من فضلك عديل البنودي أنا عايز في جانب الصحة نعلى شوية بالميزانية أنا شايف البدلات زايدة عن حدها فخفضيها عدد المستشارين ما لهمش لازم اللي عندك كتير فروحيهم وشغالي شباب العاطليين في أماكن محترمة يعني أقصد أن في مسائل هي من الاتزامات الحكومة 100% منقولة نظريا وعمليا على عاتق ماجلس الشعب وده مش صحيح بس ده مش معناه أن مجلس الشعب أيضا مش حاطط في الاعتبار الأولويات الصحيح وحديك مثالين مهمين قانون مواشر حقوق السياسية كان ينبج أن يظهر في أول شهر اتأخر فبدأ الأمر قدام المواطن المصري أنه طالع مخصوص عشان يعزل اتنين أو ثلاث أشخاص من أول الشهر ولا أول شهر من أول شهر من أول أسبوع من أول أسبوع في مجلس الشعب مظبوط وعشان كده المواطن المصري بقولك حصيف وفعلا نبقى انطباع الناس صحيح أن أنت مطلع القانون وكأنه في مواجهة أشخاص بعينه وكذلك النهاردة فيه أكبر منشورة ومنها مثلا اللجنة التأسيسية لجنة سياسة الدستور وإحنا في انتظار المفروض اللجنة وبصراحة أنا من الناس اللي تاهت ما بناشى فهمين هو مين لها يحطها ومين اللي يعملها لا خميني نقولك بوضوح أن أنا تأديري وتحليلي السياسي وفق اللي أنا شايفه جوه المجلس أن هناك تعمد لتأخير تأسيس الجامعية التأسيسية للدستور ومنشور دستور أتمنى انتخابات تسفر عنا دائل يعني لو تلع تبعهم تبع الأكثرية هيبقى إيه ولو تلع مش تبع الأكثرية هيبقى إيه ما هو يبقى إيه يعني بسعادة فرلمانية رئاسية والرئاسية بس الفرلمانية بسعادة عجوه في الخناعة هتبقى علي إيه ده واضح بدليل أن الجامعية التأسية هذه الطريقة اللي بتدور بها الأوطان يعني بالتأكيد لا بالتأكيد لا وعشان كده أنا قلت من الأول إحنا عندنا أزمة الأزمة دي في الأساس السياسية وما تخصش طرف لكن إذا ما كان طرف ممكن في لحظة تاريخية أن يبقى له أكثرية فعليه ليستوعب أن هذه الأكثرية ينبايا أن تستوعب كل مفردات الوطن لأن في حد أدنى من الاحتياجات الأساسية إحنا محتاجينها كلنا بما فينا هذا الفصيل وبعد كده نبدأ الخناء بمعنى أن أنت محتاجة تعيدي حرط الأرض ونكتغذيها بمية نظيفة وتبدري فيها بذرة نظيفة بعد كده نتخانق مين حيحصد السمار إنما أنت لسه الأرض مطبلة وممال لحة لم يتم حرتها ولم تبدر البدور وبنتخانق على حصاد لم يأتي بعد لم يزرع بعد لم يزرع بعد لم يزرع بعد النهاردة في الأهرام وأكيد في جرائد أخرى معرفش ولا إيه بس يعني في منشات كده رفت نظرنا والصبح وكما عايزين أفهم من حدك الدستورية بتتهم البرلمان بإعداد مذبحة للقضاء إيه تفاصيل المنشات أنا ما عنديش تفاصيل كتيرة إنما هناك مشروع قانون في لجنة الاقتراحات والشكوى بشأن إعادة تعديل قانون لمحكمة الدستورية العليم تمام من حيث المبدأ هل هذا حق لمجلس الشعب أم لا يقيناً كلمة واحدة حق ومش من حق المحكمة الدستورية إنها تتهم مجلس الشعب إنه بيعامل مذبحة قضاء ده أيضاً افتئات من السلطة القضائية على السلطة التشريعية لكن من حق المحكمة الدستورية أن تبدي رأيها بمعنى إنه من حق اللجنة الدستورية إنها ترسل محكمة الدستورية أو أياً من أعضائها أو أياً من المواطنين المصريين المعنيين أنا كمحامي مثلاً وأنا محامي بجد طيب وليه علاقة بالعمل الدستوري من حق أبعث لجنة القضاءات والشكوى وأقول خذوا في اعتباركم إنه نتيجة خبرتنا في العمل الفترة الماضية نحن في حاجة إلى كذا وكذا 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 من حق المحكمة الدستورية العليا إما كجمعية عموية أو أحد قضاتها أن يرسل إلى لجنة القضاءات والشكوى بجمس ويطلب عقد جلسة استماع عشان يبدل رأي ويناقش الأعضاء ده صحيح لكن مش من حق المحكمة الدستورية إنها تصادر على مجلس الشعب حقه في أن يطرح على نفسه تعديل القانون بس السؤال المطروح وخذيها لم أصرحة كمان عشان المواطن المصري ما يحسش إنه كل الناس بتحاول تتحك عليه طيب ليه هذا المشروع مطروح الآن يعني هيظل السؤال هو أنت ليه فجأة بتفاجئنا بقانون لا على البال وعلى خاطر في الوقت الغير مناسب وده كلام صحيح لأن المحكمة الدستورية يرقصها فاروق سلطان فاروق سلطان هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة وهو المسؤول عن كل القرارات المتعلقة بما يقال أنه مشاكل فيها واللجنة اللي عندها المادة 28 اللي بتدي حصانة لهذه اللجنة اللي هم قالوا عليها نعم هذه الدائرة مكملة بقى على بعضهم وبالتالي هناك محاولة لتعديل أحكام المحكمة الدستورية حتى لا يكون في مصر مرة تانية لا أنصف أليها ولا أليها لربح ولا ملايكة لبسين لبس بشر باقتصاصي لكن فكر ذات توقيت هي كمان مسألة في غاية الأهمية هل هذا هو التوقيت الملائم؟ أنا في تقديري أنه مش التوقيت الملائم نحن في هذه المرحلة وأنا فعلا بديع ربنا أن الأسبوعين الجايين دول يعدوا على خير دول أهم وأكثر الأسبوعين في تاريخ مصر ما بعد 25 يعني أي زي برضو قانون دور العبادة الموحد ليه تأجل التصويت عليه؟ ده مأم ألا ليه علاقة برئيس ولا ليه علاقة بشعب أعتقد أنه علاقة بطبيعة الحوارات الجانبية الدائرة في كواليس المجلس بمعنى أنت قدام مجلس غير مسبوق في مصر تشكيله ليس من عناصر ذات خبرة سياسية في مجملها وهما بيعطرفوا بدا الحقيقة يعني هذا ليس اتهاما لأحد لكنه إقرار بواقع موجود العناصر التي لم تمارس عمل سياسي ولم تختبر العمل سياسي فضل على أنها لم تختبر العمل القانوني أو القضائي بمعنى أنه قدرتها على سياغة قانون أو نص مادة دستورية أنت بتعملي قانون عشان تحقق أي مصلحة أو تدرأي درر وبالتالي فجانب المصلح لازم أواضح في زي أن كنت بتضعي قانون عن أي مصلحة تبحثي وأي مصلحة هي أولى بالحماية في هذه اللحظة التاريخية من غيرها لأن أنت ممكن تعديلي ده على ضوء تغير المصالح بعد شوية وعشان كده قوانين بتتغير الفهم البسيط ده لازم يكون موجود عندك وانت في المجلس التشريعي من أي المبدأ يعني لما يكتسب بالخبرة ده معنى أن انت محتاجة شوية وقت على متأخذ الوقت اللي يديك الفرصة أنك تبقي فهمة سياسة فهمة قانون فهمة دستور قادرة على سياغة ما نريد في الوقت المناسب أنا أعتقد أن ده بيبقى على حساب احتياجات الوطن الملحعة والسريعة تمام طب ما شاء فيه حاجة كده جات في بالي هرجع تاني لموضوع المحكمة الدستورية هو ده ملوش علاقة كمان بقرار حل مجلس شعب مفيش قرار لحل مجلس شعب أو يعني المتوقع يعني ولا متوقع خذي بقى التعبير المتوقع هقولك لأن التعبير في الدرج اتقال فعشان كده بقى متوقع في الدرج ده تعبير مش عاجلت لا بس هناك حكم محكمة إدارية عليا بحل لا بحلة الأمر للمحكمة الدستورية لأنه في بطلان لتلت أعضاء مجلس شعب ولا أنا قرأت حسيات غلط لا مش ما قلتها جالط بس أنت في جمع كلمة في النص هي اللي مش موجودة في الحكم والحكم بيقول إيه من حيث المبدأ أنت عشان تروحي محكمة الدستورية لازم تروحي المحكمة عادية يعني ماينفعش المواطن نصر يروح للدستورية كده على المفهوم يروح يقبط على ماب الدستورية يقول لهم تعالي دستورية ماينفعش بتعملي بترفعي قضية قدام أي محكمة حتى لو محكمة مرور أي محكمة مخالفات فيه قضية ترفعت في المحكمة الإدارية محمي زي حالاتي كده قال لهم فيه عندي أسباب جدية بتقتضي حالة الموضوع ده للمحكمة الدستورية عشان تقضي في الدستورية من عدمه أحد الأسباب هي كذا وكذا فالمفواضين والمحكمة الإدارية قالت إيه والله ده دفع جدي يستحق إن الدستورية دي روح للدستورية عشان تفصل إنما ما قالتش لأنها لا تملو بس ده الوقت لو الإدارية قالت إنه غير دستوري هيبقى خطأ تمام بس ده مفهوم طبع عشان تشتقن الدستوري ما في الماء بس ده معناه إن الإدارية لو شافت إنما يقوله فيه شيء من الصحة لأنه ما كانش فيه شيء من الصحة إنه دفع جدي مفهوم مظبوط بس اللي حيقضي في النهاية بالدستورية من عدمها حتى لو أنا موقن إنها هتفصل يعني بالدستورية أو عدمها ما قدرش أقول حلو يعني إذا أظن لأنه بقى فيه نوع من التأثير على المحكمة أثناء دراسة الموضوع مفهوم بس أظن منقشة هذا القانون ملوش علاقة بهذا الشيء ولا برضو ده دخول في النواية ربما يقول لا مش دخول في النواية بربو عليك بالعكس أنا أعتقد إن لأن الناس بتتعامل بالمنطق ده أنا كسياسي مش هتعامل بمنطق قروني هقول له والله والله الاحتمال الأكبر إن يطلع عدم دستورية طيب أواجه ده إزاي لا والله الاحتمال الأكبر إن الدستورية يعني تقول استفله ما ليش دعوا باللعب فأواجه ده إزاي فالمنطق السياسي هنا هو المتحكم في الأمر وعشان كده ربما هذا له علاقة حقيقية بموضوع طرح مجلس الشعب على المحكمة خصوصا بعد التصريحات اللي طلعت من بعض أعضاء المحكمة الدستورية إن القرار موجود في الدرج وللأسف طلع على الإنسان بعض أعضاء المحكمة الدستورية مزموط برافو علي طيب آخر حاجة أسأل فيها وهو نحن طبعا دقينا عن نتخابات الرئاسة الأسبوع جاي الأربع والخميس اللي جايين وسمعين بقى أنه لو فلان كسب الدنيا هتوم لو فلان ما خسر خسر الدنيا وكده بقينا حسين إن إحنا أول ما نتيجة هتعلن نتوقع كوارث وطبعا عاملين نسمة تصريحات ده شيء غير مقبول طب فيه ناس بيطالب بسرعة تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات علشان يبقى فيه حاجة رضاعة في حال فوز أي إن كان المرشح هيك شايف إيه هيك شايف الموقف إيه واحد ما ينفعش التهديد ولا التلويح بالعنف من حيث الممتق لكن كمان ما ينفعش التهديد بدرب المظاهرات يعني أنت يقدم ديلمة محتاجة تتفكي شوية حق المصريين في التعبير عن رأيهم أو الاحتجاج على أي قرار هو حق أصيل لم يعود لأحد أي إنكانية حاجة الوحيدة اللي حصلنا عليها تقريبا واللي يبغي على المصريين أن يحافظوا عليها في مواجهة أي حد أي حد أي حد بالمطلق بس كمان في المقابل على قوة سياسية ألا تكون يعني محفزة ومهيجة لمشاعر غير منضبطة فقط لخسارة سياسية بس أنا هنا عايز أقول في المشهد الرئاسي إحنا قدام مسألة في غاية الالتباس قدام فلول حقيقيين مرشحين وده يعني تأدير حقيقي للناس وقدام قوة بتزعم جميعها أنها منتمية للثور وبعض الفلول صادر بشأنهم قرارات بالعزل السياسي وخد يبارك قرار العزل السياسي مطروح أمام المحكمة دي السلال لم يفصل فيه يعني هو سابي حتى هذه اللحظة صحيح طيب ومع وجود المدى 28 في اللجنة العالية للانتخابات فما ينظر من أحكام من قرارات هو غير قابل للطعن عليه طب لو أنت أو أنا شفنا أن القرار طلع بالمخالفة لما شاهدناه بأعيننا في السنة دي أو في اللجاني بس هناك طبعا ممكن تضطع على نتيجة اللجنة اللجنة الفرعية مش العولية مش صحيح دي تخريجة غير صحيح دي تخريجة دي تخريجة بالوحد زي أنا بيتحفلت كمحامي فيقولك أنا ممكن أطع على نتيجة اللجنة الفرعية بس لما يروح إلى ريح حيقوله يا باشا حضرتك الجلطان الوحيد اللي يقرر في ده هو السيد رئيس اللجنة العالية فاروق سلطان تمام بس يعني الناس يعني مش وقت أبلها لأن الموضوع كبير بجد صحيح أستاذ محمد مونيب جنيدي عضو مجل الشعب أنا بشكر حيك شكرا جزيلا أهلا بيكو باستاذ المواطنين ونهارك ونهارهم سعيدة يا ربي يا ربي با نهار سيد بيس أهزنا أمنية مش اسم برنامج بس حقيقة كمان ده يعني من معرفتي السياسة القليل على مدار حترفنا على مدار السنة اللي فاتت تحديدا دائما من نسمع عن الانتخابات فيه طائرات يسار ويمين ووسط أنا منسبالي دلوقت التأسيم عندنا فلول وعادة فلول وصورة وإسلامي حتى التأسيم نفسها أنا مش أدرس توعبها على مستوى بنكلم على حراك سياسي حقيقي إحنا مش عالفين نشوف طائرات سياسية إحنا منشوف حاجة تأسيمة غريبة جدا وده شيء مؤسب ومزعج عايز أقولك إن فكرة تكريس إن فيه حاجة اسمها طائر إسلامي أنا رأي إنها خطأ كمان لأن ده معناه وكأن المجتمع المصري مش مسلم وده خطأ فادح دي تسمية ينبغي التخلص منها تماما اللي عايز يسمي نفسه في عالم السياسة يختار له اسم سياسي ويشتغل به لكن اسم ديني ده نعمل الابتزاز العاطفي للمواطن المصري لم يعود مقبولا على أستاذ محمد منيب جنيدي بشكر حكا شكرا جزيلا أهلا وسهلا ولسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد بعد الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة